بعدما أنهينا أولادي وابناتي من النسبة وطبيعة المثلث وحافظوا هذه الأفكار مليح مليح نأتي الآن كذلك إلى طبيعة الرباع كما تعرفوا الرباعيات اللي ندرسوهم عندنا متوازي الأضلاع عندنا المستطيل عندنا المعين وعندنا المربع وعندنا الشبه المنحرف رايح نصيفه كل واحد كيفاش مبرهنه عليه بالحسابيات إذن أولا نبدأ بمتوازي الأضلاع حسب الترتيب A B C D الطريقة الأولى أنه يكون شعاع A B و D C بهذا الترتيب كيف هما متساويات يعني في الأعداد المركبة لما نحسب Z B ناقص Z A نصيبه تساوينا Z C ناقص Z D معنى نلقاه لاحقة شعاع A B تساوينا لاحقة شعاع D C إذا لقنا هذا الشيء نقرع على أنه مباشرة من الرباعي متوازي أضلاع طريقة ثانية طريقة ثانية يكون A B C D رباعي فيه ماذا؟ قطران متناصفان ما معنى قطران متناصفان؟ معنى هذا القطر وهذا القطر هذا الشوي تساوي ذي وهذه تساوي متناصفان ما معنى؟ معنى Z A زائد Z C على 2 نلقاه هو تساوينا Z B زائد Z D على 2 Z A زائد Z C على 2 و Z B زائد Z D على 2 بيتقاطعنا هنا فنقرع على أن الرباعي كيف هو؟ متوازي أضلاع ونجاوب عليها على حسب المعطيات اللي اعطاهمنا بالتمرين إلا طيحتنا المعطيات هذه نطبق هذه إلا طيحتنا المعطيات هذه نطبق هذه صحة الطريقة أو الشكل الثاني A B C D مستطيل الطريقة الأولى يكون عبارة عن متوازي أضلاع يعني الشعاع A B و D C متساويا معا يكون فيه ذلعان متجاوران متعمدا A B يعامد ماذا؟ يعامد A D A D هنا شعاع أو الزاوية الموجهة بين A B و A D تساوينا P على 2 أو ناقص P على 2 زائد 2 كا B يعني نقول هكذا زائد ولا ناقص هذه إذا لما نحسبه الأولى نصيبه متوازي أضلاع فيه ذلعان متجاوران كيف هما؟ متعمدا لكن ليس متقيسا بحيث الطول هذا أولادي والطول هذا نصيبه مش كيف كيف صاحة هذه الطريقة الأولى أشوفه فيه هو متوازي أضلاع فيه ذلعان متجاوران متعمدا الطريقة الثانية A B C D يكون رباعي فيه قطران متناصفان متقيساً متقيساً يعني هذا هو وهذا هو وهذا هو وهذا كاعتنا كديرين متساويين نلقاه A C يساوي نوش B C شي لقاوهم متناصفين لقاوهم متناصفين ومتقيسي كل رباعي فيه قطران متناصفاً متقيساً فهو مستطيل ننجل الآن إلى المعين المعين وشه هو هو متوازي أضلاع يعني الشعاع A B و D C متساويان فيه إذن هذا هكذا فيه ماذا شوفوا ما يملح فيه ذلعان متجاوران متقايساً A B يساوينا A D إذن هو أولاً يكون لازم متوازي أضلاع فيه ذلعان متجاوران متقايساً بحيث الزاوية الموجهة بين A B و A D ما تديش تسعين درجة لازم ما تديش تسعين درجة نسيبوها بي على ثلاثة ولا ما يهمش ما هو المعين؟ هو متوازي أضلاع فيه ذلعان متجاوران متقايساً طريقة ثانية ما هو المعين؟ المعين A B C D رباعي فيه قطران متناصفان متعمدان متناصفان يعني هذا وهذا متقايسين وهذا وهذا متقايسين لكن الزاوية شعر تسعين درجة شوفوا المستطيل ما فيش تسعين درجة في الأقطار بتشوفوا مليح الاختلاف صحة نجو الآن إلى المربع اللي إليم كل الخواص A B C D مربع أولاً لجم يكون متوازي أضلاع يعني الشعاء A B و A D متساويان فيه ذلعان كيف هما؟ ذلعان متجاوران متقيسان وكذلك وكذلك نفس الظلعان يكون فيه متعامدان شوش عن مخاصية متوازي أضلاع فيه ذلعان متجاوران متساويان ومتعامدان أشفو عليهم ما هو المربع؟ هو متوازي أضلاع فيه ذلعان متجاوران متعامدان ومتقيسان أو هو رباع فيه قطلان متناصفان متقيسان متعمدان يعني لا يمشيه لا يمشيه ولا يمشيه لا يمشيه يا خاصية هذا منتع هذا وانتع هذا قع جاءdeep مربع قطلان يستمرون متعامدين ومتقائسين فهذه لكم قطلان متناصفان متقيسان متعمدان هذا ما هو المربع؟ هذا هو المربع فيه ذلعان متجاوران متقيسان متعمدا أو هو رباعي فيه قطران متناصفان متقيسان متعمدا أنجل الآن إلى الشبه المنحرف أو جاء واحدة مرة في البقاء وما فأقولوش شبه منحرف A B C D شبه منحرف A B C D واش فيه؟ أولا ما هو هو أولا ما هو متوزي أظلا لازم يكون هذا الشوعع A B عفوا A هنا إذا قلنا A B C D بهذا الترتيب هكذا يجب أن يكون سمع ما يملح يجب أن يكون A B لا يساوي D C لأن إلا كانوا متساويين A B و D C يصبح هو متوزي أظلا ومن بعد خاصة من خاصة هذا أول شرط أنه A B يساوي K في D C حيثه ما يديش واحد أستاذ ما فهمت لاحظوا معايا مليحة تخيلوا مثلا حسبوه نصيبه A B يساوي المتوزي أظلاع كامل A B يساوي D C فالشبه المنحرف أنه A B يساوي K في D C يعني هذا الشوعع يجب أن يكون كبير أو صغير على هذا الشوعع أو بين يعطينا مباشرة شبه منحرف مثال أو مثال A B يساوي نازج مرات من D C إلا صبنا هذا الخاصة يا أولادي أعلموا باللي الرباعي التعيش هو شبه منحرف نحسب هذا الجيه A B ونحسب D C نسيبهم مش متساوي نلقاهم أنهم صح متوازين يعني واحد يكتب الثالث الآخر لكن ما هم مش متساويين فنقر على أنه ما هو لهذا إله هذا إله هذا إله هذا إذن هو شبه منحرف طريقة زوجة A B C D رباعي فيه قطراني غير متناصفان شوفوا متناصفان 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 هذا مش متناصفين هذا هو وهذا ما يتساوي وهذا هم وهذا ما يتساوي أشفوا على هذا الخواص انتاع ما نسميه الرباعي إذن A B C D إذا كان مستطيل عفوا إذا كان متوازي أضلاع روح نحفظه إذا كان متوازي أضلاع فيه A B أو قطران متناصفا مستطيل هو متوزي أضلاع يعني أبي يسوي ديسي فيه ماذا وفيه ذلعان متجوران متعاندا وأو فيه قطران كيف هما متناصفان متقيسان المعين هو رباعي أو هو متوزي أضلاع أبي يسوي ناديسي فيه ذلعان متجوران متقيسان غير متعاندا أو هو رباعي فيه قطران متناصفان متعمدان أما المربع جمع كلش وفيه ظلعان متجاوران متعمدان متقيسان أو فيه قطران متناصفان متقيسان متعمدان متناصفان متقيسان متعمدان الآن شبه المنحرف أن أبي لا يساوينا دي سي يساويناك في دي سي أو هو رباعي قطران هما متقاطعين لكن غير متناصفة أشفوا على هذا الخواص بعدما أنهينا من؟ رباعي نأتي الآن إلى أمر مهم جدا كذلك نسيبه في بداية التمرين اللي هو حل المعدلاء من الدرجة الثانية صاحته أولا نأتي تساوي عددين مركبين متى نقول على عددين مركبين أنهما متساويان زاد يساوينا زاد فتحة أو زاد واحد يساوينا زاد ثانين أو زاد يساوينا أوميغا المهم إذا وفقت إذا كان شوفوا كين؟ بالخصوة لها لازم الطاويلة تعال أول تساوي الطاويلة الثاني والجزء الحقيقي لزاد يساوي الجزء الحقيقي لزاد فتحة والجزء التخيلي لزاد يساوينا زاد التخيلي لزاد فتحة هذو هما تساوي عددين مركبين نأتي هذا العنصر مهم لهذا الجذران التربعيين لعدد مركب كيفاش نشبد الجذران التربعيين لعدد مركب أوميغا عدد المركب يسمى حلا ليس حلا حلا المعادلة زاد مربع يساوينا أوميغا الجذران التربعيين لعدد المركب أوميغا تبع ما يملح مليح بالأمثلة راح نتفهم مثلا نقول لك حل في سي المعادلة زاد مربع تساوينا ثلاثة ناقص أربعة إي أروحوا له دي احنا يا زاد أكيد راح يختبرنا إكس زايد إجراج إي أو إي إجراج صحي الآن شوفوا معايا ها هو هنا الزاد زاد يساوينا إكس زايد إجراج إي ومنه زاد مربع لو الربع هنا شوفوا لديه الربع هنا وش يرجعنا مربع الأول زائد مربع ثاني ها هو هنا مربع ثاني زائد ضعف الجدى لكن كين حاجة هذا يقول لنا هكذا وإي مربع شتى تعطينا تعطينا ناقص واحد هاي لكم النشر التاع زاد مربع صحي تو صحي حتى نشوفوا معايا أولادي وركزوا معايا صبح حتى نشرناه هو إيكس مربع ناقص إجراج مربع زائد ثنين إيكس إجراج إي يساوينا هذا يساوينا ثلاثة ناقص أربعة إي نشرح كلش بالتفصيل هاي لكم قلنا يتساوي عددان مركبان إذا تساوت الطاولة مع الطاولة ما هي طاولة العدد الضوء زاد إذا قلنا زاد شي طاولة تعوي هي قلنا إيكس مربع زائد إجراج مربع تحت الجذر هذه طاولة زاد لكن نحن نحاوس على زاد مربع لو الربع منه منه شي يسرع يروح هاي لكم يتساوي عددان مركبان إذا تساوت الطاولة تعالي لول مع الطاولة تعالي الثاني هاي الطاولة تعالي لول هي زاد مربع هاي الطاولة تعالي نجول الطاولة تعالي هاي وينو تولينا تسعة زائد ستة عشر اللي هي ها نحسبوها إيكس مربع زائد إجراج مربع أحسبوه تسعة زائد ستة عشر تحت الجذر شعلا تعطينا خمسة وعشرين معنا تساوينا خمسة لأن نحاوسوا كيفات نتعلم لو كان غدو يقولي أوجد الجذرين التربيعين أو حل المعدلة ماذا النوع يجي في أحد الباكات قالوا حل المعدلة هذه صحة معنا رقصدنا الجذر التربيعية الطاولة تساوي الطاولة هاي لكم طاولة تعزاد مربع خرجة ندرها تساوي النوع طاولة هذا ندرها تساوي الطاولة هذا والجزء الحقيقي تعزاد مربع اللي هو إكس مربع ناقص إقرب مربع يساوي الجزء الحقيقي شوفوا معي مليح هذا هو أوميغا تركزوا معي مليح هذا هو تبعوا الحقيقي يساوي الحقيقي والتخيلي يساوي التخيلي أروح حضرك جولدي نحل المعادلة التعيب بها نحل هذه المعادلة ما تفهم الفكرة صحة واش رأيكم لو كان نجمع هذه مع هذه تعطينا هذه 2x مربع وهذا مع هذا يروح وهذا مع هذا تساوينا 8 ومنه x مربع 8 على 4 8 على 2 4 يصبح أن x1 يساوينا جذل 4 وهو 2 وx2 2 يساوينا ناقص 2 بعدها واش ندلو لهذه هذه يذرق هنا نجي هذه نعوضها هنا وستترجع لكم ترجع لنا 4y يساوينا يعني نعوض في هذه عوضوا جيبوا ذي ويحطوها هنا صبح لنا 4y يساوي ناقص 4 يعني y1 يساوي لنا شعال ناقص 1 y2 نجيبوا هذه ونحطوها هنا وخرجنا 1 أروا حضرك نعم رو شا تصبح هاي x1 x2 y1 y2 شا تقول لي زاد 1 أنا راح نسيبه حلال المعادلة من درجة ثانية يولينا زاد 1 يساوي لنا x1 زاد 1 زاد y1 ها هو هنا y1 e زاد 2 وش يساوي يساوي لنا x2 ها هنا x2 زاد y y قلنا y عفوا e جيبوا هذه هنا حطوها هايش تتصبح لكم هذنو الحلول توقيت لا أستاذ كيف أنتأكد لو نذير هذه مربع ذلك حسبوا هذه مربع هتسيبوا هذه هذا هو زاد صحنا زاد مربع ربعوا هذه تسيبوا هذه زيدوا ربعوا هذه تسيبوا هذه جربوا قدامكم لما قيتوا هاش لو تربعوا الحلول اللي لقناهم ولادي تسيبوا هذه وكهما هذا مكان كيفاش نحل معادلة من هذا النور أو نسمي هذلك اللي لقناهم هذا وهذا يسمى الجذرين التربعيان لمن للعدد هذا مش نتعلمون صاح معناه لجنة حل معادلة من هذا النور نجوذر الجزء الثاني من حل المعادلات حل في سي اللي أنا يشيع بزاف هذه حل في سي المعادلة نبدأ بالمعادلة اللي أولا التاعي وهذا لما الدرجة الثانية من حسب المميز أول حاجة منت فلسف ما هو دالط إذن زاد مربع ناقص ثنين زاد زيد ثنين يوز سفر دالط تبعوا معي بي مربع ناقص أربعة A في سي صباحنا الدالط يساوينا أربعة ناقص ثمانية وتساوينا ناقص أربعة شوفوا معي الأعداد المركبة الشي جابتنا كنا نهالين نحسب المميز في الأعداد الحقيقية ونسيبه السالب وش كنا نقول لا يوجد حدود كي جات الأعداد المركبة قاتلك كل معادلة عند أهل هذه في الأصل الكفرية مكتوبة هذا الدالط التاعي أرى مكتوب أربعة في ناقص واحد صحيح ناقص واحد تفهمنا عليه يشتوه هو الآن المركبة كي جي فيراسك ناقص واحد عرب اللي هو أم وربع يصبحنا الدالط يساوينا أربعة في أم وربع أه سنحل المشكل أي ناقص نقدر نحوله أم وربع لو ندير كي مهكا وندير كي مهكا تصبح لي دا جذر دالط يساوينا ثنين هذا يخرج بالثنين وهذا يخرج بالإ خلاص هاي لكم بتعلموا الفكرة ومنه أصبحنا زاد واحد ناقص بي ناقص جذر دالط على ثنين نختازل لثنين ثنين ثنين يجمع بل تختازلي هذا معه لازم هذا وهذا وهذا أصبحنا واحد ناقص زاد اثنين ناقص بي زاد جذر دالط على ثنين أصبحنا واحد زاد اي اس سنح LU part نساوينا زاد واحد وزاد ثنين هذو هما حلاء المعادلة الأولى ما ستتعلمه نجو الآن للمعادلة الثانية المعادلة الثانية نحبكم تركزوا معي شوية إذن هذه المعادلة الأولى خلاص صبنا الحلولتها نجو الآن إلى المعادلة الثانية المعادلة الثانية اللي هي زاد مربع ناقص ثنين في سينيس تيطا في زاد زايد واحد يساوي السفر حيث قالونا تيطا يمسح عادة يتحرك نحس بالمميز تنسوش المتغير هنا موشي تيطا المتغير التعناه هو زاد دالتا يساوي هنا نحبكم تركزوا معي بي مربع أي هذا كتر بروش عياتكم يروح وهذا كتر بروش عياتكم مربع في سينيس مربع تيطا أستاذ عاود هذا هو يمثلنا بي مربع بي ربعه هذا يروح للزيد هذا يقول لي ربعة واذا يقول لي سينيس مربع تيطا بي مربع ناقص أربعة في آ في سي ها ترجع لنا دالتا يساوي لنا أربعة سينيس مربع تيطا ناقص ربعة ركزوا معي بشوية صاحة نخرج هنا الربعة عامي مشترك سبحانا ربعة في سينيس مربع تيطا ناقص واحد شووا معي بشوية هذه القيمة أذرك أجمعها موجبة ولا سالبة ما تنسوش هذا القيمة راهي سالبة أعلى أستاذ لأن السينيس دائما محصر بي ناقص واحد واحد والناقص واحد سم هذا القيمة راهي سالبة مهما كان هذا القيمة راهي سالبة راهي سالبة صح سم ما ذلك ما نجموش نديروها تحت الجنرى كينا خدعة تبعوا معي لحل التمرين لهذه وهذه راهي ستجيب بزاف الباكالورية هذا الحالة وهذه الحالة احنا نعرفوا باللي كوس مربع تيطا زايد سينيس مربع تيطا يسوي واحد بالخصيرة كنت قلقتها بكري وكتبتها لكم صاحة واش رأيكم ولدي لو كان نديرو خدعة هنا بنا نخرجوا لنهربوا لهذه لو كان نجيب نجيب هذا نجيبوه هنا وهذا كوس نديروه منا شوفوا اشتراك ترجعه ترجعنا سينيس مربع تيطا ناقص واحد يسوي هذا نجيبوه من هذا عودوا الدوه من صباحنا ناقص كوس مربع تيطا نبقوا معايا هذا ذرك شوفوا معايا هذا عوضوه هنا تبعوا السهم صباحنا الدالتا يسوي أربعة في ناحي هذا الزوج ونعوض هذه الخطة نحن ناقص كوس مربع تيطا يعني الدالتا سوينا ناقص ربعة في كوس مربع تيطا نفس الخطة التعقبي لكي كانت هنا مكتوبة ناقص ربعة با نحولوها نحولوها اي مربع صباح لكم هذه لكن ناقص صباحناها ربعة اي مربع كل ناقص يمكن شا ندرولو كل ناقصنا قادر نحولوها اي مربع ومنه الجذر دالتا شايف هذا هو ثنين هذا هو اي كوس مربع يصبحنا هو كوس تيطا شوفوا ومنه صباح لي زاد واحد يسوي ناقص بي ها هو هنا البي الناقص والناقص على القانون صباحنا ثنين سينيس تيطا ناقص جذر دالتا كوس تيطا ناقص قلت جذر دالتا سمحوا لي هنا نسيت الجذر على من على ثنين ا ها هو الحل ناقص بي ها هو هنا بي الناقص سمع الناقص تعالق يصبح زيد ناقص جذر دالتا على ثنين ا الحل الثاني زاد ثنين يصبح الناقص ناقص بي ناقص جذر دالتا تيطا يصبح الناقص زايد لأنه مرة ندو ناقص مرة زايد دالتا على ثنين هذا هو ملح للتوع اس يساوينا زاد واحد وزاد اثنين هاي لكم كيفاش لاحظتوا هاي لكم كيفاش ولدي لو كان تبعوا معي إذن إن شاء الله لكم فهمتوا معي الفكرة مليح 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 صحي نجو الآن ولدي إلى المثال اللي جاوره المثال اللي جاوره كذلك بلاستيك سينيس وش درنا درنا كوسينيس نحاول كذلك نحل أنا في المعادلة الثالثة أدرك هذه زاد مربع ناقص اثنين كوس تيطة في زاد زايد واحد يساوي السفر إلا كيف نفهمتوا ذي خلاص هذه سهل من حسب المميز سوينا ربعة كوس مربع تيطة ناقص أربعة في واحد في واحد كيف كيف صباحنا دالتا سوينا ربعة كوس مربع تيطة ناقص ربعة نخرجوا الناقص عام مشترك كما تخرجوا الربعة صباحنا ربعة في كوس مربع تيطة ناقص واحد كيف كانوا فهمتوا شوفوا قبل لا تخلصنا من واش خلصنا من سينيس مربع ناقص تيطة كانوا تخلصوا من سينيس مربع سينيس مربع ناقص تيطة يعني شان ندير شوفوا عندنا كوس مربع تيطة زائد سينيس مربع تيطة قلنا يسي واحد بانتخلصوا من هذا نجيبوه وهذا ندوه صباحنا كوس مربع عفوا كوس مربع تيطة ناقص واحد يسوي ناقص سينيس مربع تيطة أيضا الكل هذي شتديرو جيبو هذه حطوها لهنا شات صباح صباحنا دالتا في ناقص سينيس مربع تيطة صباحنا ناقص ربع سينيس مربع تيطة الناقص تفهمنا عليه هو اي مربع صباحنا ربع اي مربع ومنه جذر بتاعنا صباحنا اثنين اي سينيس تيطة زائد واحد ناقص بي مع هذا الناقص بزيد اثنين كوس تيطة ناقص جذر دالتا هاوليكم جذر دالتا على من على اثنين زاد اثنين يساوي ناقص بي عفوا كوس تيطة زائد جذر دالتا على اثنين اي لكم خرجت انشاء الله لكم فهمتوها نجدتكم سؤال من عندي اعطيتكم واحدة القوانين تعبر مياه ميبوزياموني وتكم حفظوها هذا وهذا يا الشاطرين وهذا وهذا كتبوه لي على الشكل الجبري نستعرب بيكم نستعرب بيكم إذا جبتوا لي هذا وهذا نعاون في واحد دس نعاون بالسهل هذا مع هذا مع هذا تروح كتبوه على شكل أسي عفوا كتبوه هنا على شكل أسي ها شي ولينا طاول هنا شعر رأي واحد صبح أنه أسية اي طيطة أو وجد هذا هذا الحل رأه وجد صح هذا شكل يقول لك نكتب صح أنح هذا مع هذا خلاص هذه الاختيزالات تعثنين ما نهضروش عليهم ها هنا شكل الأسي هنا ما وشواجد شوفوا لدي هنا نمر مجينا كوس طيطة زائد إي في سين طيطة ونجينا ناقص كيف هندير شوفوا معايا مليح نوريكم يعني الفكرة نخليكم هذا الزوج تمح وسعليهم أنا نوريكم زوج تمح وسعلي الزوج هذا خلاص الشكل المثلث التعاعد مركب للمراجعة هو ور في كوس طيطة زائد إي في سينيس طيطة لازم هنا يكون زائد هنا السينيس هنا كوسين يجمع كوسين ومشه هما كما هنا رمع كوسين ما هو الشكل المثل هذا ره واجد قنا هذا شوفوا لديه هنا كيف عندنا خاصية وش تقول تقول الدلة سينيس فردية ما معنى فردية معنى سينيس طيطة هو نفس سينيس ناقص طيطة والدلة كوس زوجية ما معنى كوس طيطة هو نفس كوس ناقص طيطة هذه الفكرة كيف نخدم هذا صباح النوم زاد واحد يوسيب هذا نطبقه عليه وهذا نطبقه عليه هذي شوف وش ترجع لكم اياها هذا وش يرجع يجعلنا هو كوس ناقص طيطة زائد اي في سينيس ناقص طيطة ها نكتبنا ها كوس طيطة زائد اي في سينيس طيطة لكن طيطة تتعيد تبدل الصباحة ناقص طيطة شفتم كيف الخطة كيف هذا الناقص عنده الحق يدخل هنا وهذه ما عنده جقع ناقص ترجع لأنه دلة دلة كوس ناقص في كرشها في بطنها ولا مكتش كيف كيف لكن سينيس لا كم فالظهر يرجع هنا لداخل صح سما الشيطة يجعل اسية ناقص اي طيطة هذا هو الشكل اسي قولي هذا خليه لكم انتم جربوا معاهم يا الشاطري صح نجو ذرك لثانيا بي لزاد كثير حدود حيث هذا كذلك شيع بالزاد يعطونا معدام الدرجة الثالثة بي لزاد لأنه خلاص كماننا مع هذا بي لزاد متغير يعني هنا زاد هو زاد مكعب ناقص ثلاثة زاد واربع زايد ثلاثة بي زاد زايد واحد شوفوا السؤال لولوش خال كيما كثيرة الحدود الليقران في الدوز ياماني كيف كيف احسب بي لواحد بي لواحد عفوا ناقص واحد يولينا ناقص واحد مكعب هو ناقص واحد ناقص واحد مربع هو واحد صبحنا ناقص ثلاثة ناقص ثلاثة زايد واحد نتابع ربما لكين هنا خطأ فقط ننتبه دقيقة برك نعتذي هنا زايد سبعة زايد سبعة سمحوا لي ها لا هاكذا هادي بينا تعطي لي صيف نصيت بانكتب هنا سبعة كتبت واحد بانكتبها غالب الشيخ نور دير رندان صاح السم ما خرجت ناشعال صيف ماذا يمكن أن نقول نقول باللي ناقص واحد جذر لمن لبي لز سؤال يجي وره ثم حل في س المعادلة شكون بي لز يساوي الصفر هلنا قدر نستعامل القسمة الإقليدية زاد مكعب ناقص ثلاثة زاد مربع زايد ثلاثة زاد زايد سبعة نقسموه على اكس عفوا زاد زايد واحد نقلتها هذه كل كثير حدود كي يكون عنده جذر نقدر نقسموه هذا على اكس ناقص اكس صفر اكس صفر شكرا هو هو الجذر هذه في الدوز ياماني دركن احنا عندنا ناقص مع الناقش ترجع ترجع زايد بتكونوا على فكرة ولنستعامل المطابقة كامل يوصلنا للنفس النتيجة صح زاد مكعب على زاد تعطينا زاد مربع هذا فيذا يعطينا زاد مربع هذا فيذا يعطينا زاد مكعب ندخل عليهم ناقص هذا معاذا يعطينا صفر وهذا معاذا ناقص ربعة زاد مربع زايد ثلاثة زايد زايد سبعة هذا قسمة هذا تعطينا ناقص ربعة زاد هذا فيذا يعطينا ناقص ربعة زاد وهذا في ذا يعطينا ناقص ربعة زاد مربع ندخل عليهم ناقص صبح لنا صفرة وهذا يصبح لنا سبعة زاد زيد سبعة سبعة زاد على زاد تعطينا سبعة هذا في ذا يعطينا سبعة وهذا في ذا يعطينا سبعة زاد ندخل عليهم ناقص هذه اللي كمولاتي قسمة تامة سمع ماذا يمكن والقول القول باللي بيلي زاد بيلي زاد يساوينا هذا فيما لهو زاد زايد واحد في زاد مربع ناقص ربعة زاد زايد سبعة هكذا ذلك قالوا كان ديرو نقوم بحل بيلي زاد يساوينا صفر نخدمش بالعبارة هذه ما نقدره لها جداء عددان يساوي الصفر إما اللول أو الثاني إما زاد زايد واحد يساوينا صفر ما إنه زاد يساوينا ناقص واحد هذا هو الحل اللول اسم منها زاد واحد أو زاد مربع ناقص ربعة زاد زايد سبعة يساوي الصفر المميز بي مربع يولينا ستة عشر ناقص أربعة في وش في آ في سي صفحنا دالتا يساوي يساوينا ستة عشر ناقص ثمانية وعشرون شا راح تعطينا كون شوفوا مليح ستة عشر ناقص ثمانية وعشرين عشرة ستة وعشرين ناقص ناقص جربوا تشوف إيه نعم ناقص ناقص آه لكن ناقص 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 ما تندرش لحت الجيدة مربع تفهمنا يا كله ناقص لمن يتحول إيه مربع ومن هو وش يصبح أولادي لا صدرنا على هذا الأمور صباحنا جذر دالتا يساوينا شعال يساوينا ركزوا معايا ثمانا هذي شيء هي مكتوبة في الأصفر أنا مكتوبة ربعة في ثلاثة في إيه مربع كين جذروا هذا بشعال يخرج بثنين هذا ما يخرج وهذا يخرج بإيه يخرج لنا ثنين إيه جذر ثلاثة ما فهمت يا أستاذ ثمانا عشوش نهي هي ربعة في ثلاثة والإيه مربع كين دلو هذا تحت الجذر هذا تحت الجذر يخرج بثنين هذا ما يخرج والإيه مربع يخرج إيه صباحنا زاد ثنين لأن اللي أسمينا مثلا زاد واحد ناقص بي ناقص جذر دالتا على ثنين ومن يصبحنا زاد ثنين نختاز له ثنين 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 ناقص إيه جذر ثلاثة زاد ثلاثة ناقص بي زاد جذر دالتا على ثنين صباحنا زاد ثلاثة يساوينا كين نختاز له ترجع لنا ثنين زاد إي جذر ثلاثة أس زاد واحد زاد ثنين وزاد ثلاثة هذو هم الحجول التعناولاتي ها هو اللول ها هو الثاني وها هو الثالث كما راكم تشاهدون فيه هذا وش عندنا في حل المعادلات ما الدرجة الثانية والثالثة اللولة اللي تحدثنا هي الجذر التربعيين نستعملها في التعزاد مربع تساوي على المركب عادي كي يعطونا الثلاثية هذو نستعملهم ميز فقط ترجمة نانسي قنقر